وجودك بذكر محمود علاء فمحمود علاء امبارح خلاص او اول امبارح تم رسميا انهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين الزمالج بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري لكن كان العقد انه يخلص بنهاية الموسم ايا بقى كان نهاية الموسم ده نص تمانية اخر تمانية لكن هو اتفق مع الادارة بعدما تنازل عن 50% من مستحقاته انه يتم اخلاق الطرف من 36 علشان يبدأ يشوف العروض محمود علاء حاليا بيمتلك عروضا ما بين المحلي والخارجي الخارجي منها ما بين قطر والمملكة العربية السعودية والامارات وايضا اضيفة اليها ايضا بعض الاتصالات من ليبيا في الايام الماضية تعالوا نشوف رسالة محمود علاء المدافع الهداف بعد سبع سنوات في الزمالج خلالها خرج ايضا معارا في رحلة الاتحاد السكندري قال الزمالج اولا واخيرا من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا جمهور نادي الزمالج على الدعم والمسندة طوال فترة سبع سنوات داخل جدران النادي عشنا فيها لحظات انتصار وفرحة بالبطولات ولحظات انكسار وكانت ثابت دائما في مختلف المواقف هي الجماهير الوفية وعمري ما اصرت ابدا بمجهودي لفرحة جمهور الزمالج واسف لو كنت في يوم اصرت وعمري ما هنساكم انتم في القلب واكيد ان شاء الله لنا لقاء اخيرا شكرا كابتن حسين لبيب مجلس الادارة شكرا كابتن عبدالواحد السيد شكرا جميع الاجهزة الفنية والادارية والطبية وغرف الملابس ولجميع اصدقاء اللاعبين واتمنى التوفيق الفترة القادمة ويبقى الزمالج دائما على منصات التتويج ووضعه الطبيعي الزمالج اولا واخيرا الحقيقة ان انا شايف انه يمكن العلاقة هتزت ما بين محمود علاء والزمالك او الزمالكوية من ساعة مباراة القرن اللي جمعت ما بين الزمالك والاهلي وفاز فيها الاهلي وتوجه ببطولة تاريخية هي بطولة دوري ابطال افريقيا اللي بينظر اليها باعتبارها اعادت الاهلي الى منصات التتويج القرية لاحقا وافقدت الزمالك جيلا مهما فالناس كلها ركزت في الجول اللي سجله افشا انه التشتيتة بتاعت محمود علاء عملت هزة واضحة في العلاقة ما بين الطرفين استغل لها جمهور الاهلي بشكل واضح معرفش يخرج منها محمود علاء معرفش يعالجها جمهور الزمالك الهزة قدت الى هزة قدت الى خروج قدت الى توتر في ردود الفعل من محمود علاء نفسه سواء مع المواقف الدفاعية او مع هتافات او الهتافات العدائية من جمهور الزمالك في بعض الاحيان سواء سوشال ميديا او مدرجات فكانت النهاية بتزيد تدريجيا لحد ما غاب عن المشاركات لحد ما انتهت العلاقة لكن ده لا يقلل لو بصت للصورة الكبيرة لمحمود علاء وما قدمه للزمالك الحقيقة ان كان فيها فعلا فترات نجاح وكان فيها وقات كتيرة جدا كان هو اللي شايل دفاع الزمالك في فترات طويلة فانتهت رحلة لكن العلاقة اكيد مستمرة بشكل عام عن المباراة مرة تانية